بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلمه بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم من ناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة يا شباب نهاردة بنات عن حلم على بعض تدريبات على درس أدب درس درس المقدمة عن الأدب الأندلسي للصف الثاني الثانوي التلمي الأول دفئ التلمي الثاني قصدي دفئتنا الأمورة الجميلة عشرين اتنين وعشرين لو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو أنت قديم في القناة خليك مشترك وعمل لايك عشان نقدر نكمل مع بعض المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبة صلى الله عليه الصلاة والسلام السؤال اللقم قال لي فجماعة كل دي أسئلة مباشرة كل دي أسئلة مباشرة موجودة عندك في الصفحة قبلها لها مقدمة عن الأدب نفسه فده مش مستهلة ننكز بعد أسئلة المهمة قال المتنبي في مطلع قصيدته قال لي بما التعلله لا أهل ولا وطنه ولا نديم ولا كأس ولا سكنه وقول لك ختم الشاعر ابن زيدون إحدى قصائده بنفس البيت طبعا ابن زيدون كان شاعر أندلسي فعلى ما يدل لصنيع ابن زيدون فيما يتعلق بعلاقة الأدب الأندلسي بأدب الشرقي لا يدل على إيه إنه نهى القصيدة بتاعته بنفس البيت سرقوا كده من المتنبي أو مسرقوا ألدوا يعني من المتنبي لا يدل على إيه يا جماعة احنا خذنا يا جماعة إن الأدب الأندلسي كان بيحاكي وكان بيقلد كتير جدا المشرق كان بيحاكي ويقلد الأدب المشرقي فينه طبعا ده يدل على إيه نقول له كان يدل ذلك على أن الأندلسيين على أن كتباء أو أدباء الأندلس كانوا يقلدون ويحاكونا أهل الشرق يحاكونا يحاكونا أهل الشرق في أدبهم قال ابن خفاجة الأندلسي يا أهل أندلس لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار يقول إيه الحلوة دي مية وظل وأنهار وأشجار ما جنة الخلدي إلا في دياركم إن دا الجنة في الأرض بتاعتكم وهذه كنت لو خيرت أختاره لو خيروني أختار الأندلس استنعي بخلي بيتين ما تميازت بيئة الأندلسية عن المشرق طبعا سأل مباشر تميازت بيئة الأندلسية بجمال الطبيعة حيث الماء والظلال والأنهار والأشجار بس كده يبقى طبعا دا كله تميزت بيئة تميزت بيه الأرض الأندلسية طبعا دا كله أدى لإيه حنا أدى لكل دا أدى لانتشار الغناء وانتشار شعر الموشحات تمام قالت ولادة بنت المستكفي ابن زيدون على فضله يغتابني ظلما ولا ذنب لي وقال ابن زيدون بيرد عليها بلو عهد ولادة أني أواصلها بما يطيب برياه تلاقينا بيردوا على بعض دي اسمه مساجلات شعرية واخدناها جماعة في الشرح بتاعيه بتاع الدرس دي اسمها مساجلات شعرية يعودوا يردوا على بعض بالشعر استنتج من البتين الظاهرة الأدبية التي ميزت بيها الأندلس على المشرق قال له وهي طبعا المساجلات أي المساجلات الأدبية الشعرية تمام بعدها بقول لك علامة يدول تسمية أحد الشعراء ببحتري المغرب وتسمية الآخر بمتنبي المغرب صلى عصول الله عزيز الصلاة مثلا نفترض أن محمد ماهر ظهر في بياد الأندلس ومحمد ماهر ده بقى مشهور قوي ساعتها مشهور قوي نسميه أحمد شوقي الأندلس أو أحمد شوقي المغرب قصده بلاد الغرب اللي هو أسبانيا اللي هو الأندلس طب ليه بيحطوا قبلها المتنبي البحتوري أحمد شوقي ليه بيحطوا اسم شاعر من الشعراء بتاعنا بتاع الشرق آه بيحطوا كده قلنا يا جماعة عشان شخصية الأندلس نفسها متأثرة بشخصية الشرق يعني الغرب نفسه متأثر بالشرق شخصية الأندلس نفسها العية الغربية متأثرة جدا في الأدب بالشرق يبقى طبعا نقول يدلوا ذلك على شدة تأثر أهل الأندلس بأدب الشرق كأنه يقلدوا أدب الشرق تمام بعدها أقول لك ميز الإجابة الصحيحة الفن الشعري الذي ينتقل به أندلسيون من مقلد إلى مبتكر إيه فن الشعري اللي أخدوه من مقلد لابتكار فيه يعني قاعدوا يبتكروا فيه إيه هو إن قائد الموازن الشعري معارضة شعرية لمساجرات الأدبية طبعا سؤال مباشر الإجابة الصحة لمساجرات الأدبية ده الفن الشعري للأندلسيين تميزوا به من الظواهر التي تتصل بلكتاب الأندلسيين أنهم أعرضوا عن النسر كلياتا لا أمعرضوش عن النسر هما كانوا بيقلدوا النسر طيب تأثروا بالأدب الغربي لا بالشرقي استحدثوا مذهب جديد طبعا غرض الإجابة الصحة بألف توقفوا عند المحاجة التقليد كانوا بيقلدوا يقول ابن سهل الإشبيلي الأرض قد لبست رداء أخضرة والطل ينثر في رباها جوهرة وكأن سوسنها يصافح وردها ثغر يقبل منه خدا أحمر بين أولا هو بيكلم عن الطبيعة بقول الأرض لبست حاجة خضرة والطل والميع ما تنزل عليها تمام وبعدها بيقول الورد بتاعها بيصافح مش عرف إيه ثوسنها دي المهم يعني بيكلم عن الورد بيقولي ثغر يقبل منه خدا أحمر يعني بيقول الورد نفسه لونه أحمر يعني بيكلم هنا عن إيه بيكلم هنا عن الطبيعة يبينها مفيش غزل ولا مرأة خالص ولا علم ما أخدناش أصلا الشخصية العلمية الإجابة بصلت بأدال التغني بجمال الطبيعة آخر سؤال قالت شاعرة دي زوجها بقوله وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمدت بي من كان فيك يلومك فأجابها جزيتك ضعف الود ثم صرمتني فحبك في قلبي فيك أداءه تمام هنا طبعا هي قيت له حاجة وهو رد عليها هي قلت شاعر وهو رد شاعر اسمه مساجلات أدبية أو مساجلات شعرية يبقى طبعا الغرض الشاعري هنسميه المساجلات الأدبية أو الشعرية وبكده كنت خلصنا حلقة النهاردة بإذن الله في حلقة جاء نكمل بقيت التدريبات سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله لها إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة